وانت معدق طايم لاين بتاعك بتسمع كلام غريب زي Vice Captain, Triple Captain واحد بيسأل بيقول يا جماعة أنا أكابتن مين الجاولة الجاية واحد بيقول أنا هبيعي اللعيب الفلاني الجاولة الجاية كل الحاجات دي مرتبطة بحاجة واحدة وهي الفانتازي أنا أحمد غالب ودي الحلقة الأولى من فانتازي الدورة من مصر الفانتازي هي لعبة تخيرية وفي نفس الوقت مرتبطة بالواقع بتحولك لمدرب مطلوب منك أنك تكون فريق فيه 11 لعيب أساسيين و4 احتياط لكن الواقعية اللي فيها مرتبطة بأداء اللعيبة اللي انت اخترتها في تشكيلتك في مبارياتهم في الدورة يعني أي لعيب يعمل أي حاجة في مباراته في الدورة يتحسب لك عليها نقاط نقاط المتسابقين بتتراكم على مدار الموسم يعني مثلا لو لقيت متسابق متصدر الترتيب لحد الجاولة التاسعة ممكن عادي جدا تلاقيه في الجاولة العشرة في وسط الترتيب كل دوت لأن 20 نقطة ممكن تفرق معاك جدا على صدارة الترتيب في الفانتازي وبما أننا عملنا فانتازي للدوري المصري فعايزك تبقى عارف أن القوانين في فانتازي الدوري المصري فيها شوية اختلافات عن فانتازي الدوري الإنجليزي تعايز تقارن الفانتازي الدوري الإنجليزي للدوري المصري طب السؤال بقى اللي جي في دماغك دلوقتي هي النقاط بتتحسب بونان عليك ورق أو قلم بقى علشان ماتتوش اللاعب اللي يشارك لمدة 60 دقيقة أو أقل ياخد نقطة أما بقى لو شارك لمدة 60 دقيقة أو أكتر ياخد نقطتين أما بقى في حالة أن اللاعب صنع هدف ياخد 3 نقطة كل النقاط دي بتتحسب لكل اللعيبة باختلاف مراكزهم يعني مش هتفرق هو مهاجم ولا وسط ولا مدافع بالنسبة بقى للمدافعين في حالة أن المدافع سجل هدف بياخد 6 نقط ولو قدر إنه يحافظ على نظافة شباكه ومرماه ما يخشش فيه أي أهداف بياخد 4 نقط أما لعيب خط النص لو سجل هدف بياخد 5 نقط وفي حالة إنه حافظ على نظافة شباك فريقه ياخد نقطة واحدة هتقوليش معنى المدافع لما يجيب جون ياخد 6 نقط ولما لعيب خط النص يجيب جون ياخد 5 بس هقولك ان احتمالية ان المدافع يجيب جون في المطش اقل بكتير من لعيب خط النص ومن هنا منفعش نساوي ما بين الاثنين اما بالنسبة لخط الهجوم فالمهاجم لما بيجيب جون بياخد اربع نقط وطبعا هو مش مسئوليته انه يحافظ على نظافة شباكه وبالتالي مش هسابله نقط كل النقط دي تقدر تزودها لو استخدمت الخواص اللي بنقدمها في فانتاز الدور المصري اول خاصية وهي الكابتن ودي بتضرب لك نقط اللعيب بتاعك في اثنين يعني لو جايب عشرة هتلاقي نقطه عشرين التريبل كابتن ودي بتضربها في ثلاثة الخاصية التالتة وهي نقاط الدكة نقاط الدكة بكل بساطة هي عبارة عن ان الاساسي بتحسب لهم النقط بتاعتهم اضافة على الاربعة اللي انت مختارهم في دكة البودلة الانتقالات المجانية ودي اللي بتسمحلك انك تغير الفريق كله بدون ما يتخصملك اي نقط ودي هتودينا لقعدة مهمة جدا في الفانتازي وهو ان مسموح بس انك تختار تلات لعيبة من نادي واحد يعني تختار تلات لعيبة من الاهلي بحد اقصى وتلات لعيبة من الزمالك بحد اقصى وهكذا مع باقي فرق الدوري بعد مرور تسع جوالات من الدوري المصري ابتدى يبان بعض الملامح اللي تقدر تبني منها تشكلتك في الفانتازي يعني من الاخر كده في كام لعيب ماينفعش فريقك مايكونش فيهم حد منهم يعني مثلا عندك من الاهلي علي معلول اكتر لاعب تم اختياره في اللعبة وحصل 53 نقطة مدافع مضمون يعني حتى لو مقدرش يحافظ على نظافة شباك فريقه هتلاقيه بيصنعلك هدف او بيسجل في خط الوسط عندك احمد سيد زيزو اكتر لاعيب حصد نقاط في اللعبة بشكل عام 57 نقطة بعد ما قدر انه يسجل 5 اهداف مع الزمالك زيزو متخصص تسجيل راكلات جزائق وكلنا عارفين بيشوتها ازاي يعني اي راكلة جزائق هتيجي للزمالك هتبقى ضامن النقطة بتاعتها بغير انه دايما بيشارك بصفة اساسية وده اللي يضملك انك تحصد النقاط بتاعت المشاركة الكاملة وده اللي مبينه عدد الناس اللي اختارته ككافتن في تشكيلها اما بقى في الهجوم ففي اسماء كتيرة والاسم اللي هيجي دوت اعتقد انه هيفاجأك شوية مروان حمدي عارف انه ده مروان الفترة اللي فاتت خاصة مع المنتخب كان عليه لغات شوية لكن الفنتيزي واحد زائد واحد يسوي اثنين يعني اي لعيب هيسجل هياخد نقطة وده اللي بيعملو مروان حمدي لحد دلوقتي واكتر اثنين مهاجمين سجلوا في الدور المصري لحد دلوقتي هو مبلولو مهاجم اللي تحارس سكندري خمس اهداف في تسع مباريات اما بقى مروان سجل نفس عدد الاهداف في تمام مباريات بس في مركز الحارس الموضوع يقلق شوية لان الجون اللي بيجي بيضيع نقط الحارس خالص يعني انا مثلا كنت واخد محمد الشناوي حارس اساسي بتشكلتي حارس نقاطه مضمونة لانه صعب ان يخش فيها عدد كبير من الاهداف طبعا ده بخلاف مطش الكمة اللي خلص خمسة ثلاثة هو وبو جبل جابوا جلطة لكل الناس اللي اختارتهم في تشكلتهم بس بشكل عام الثقة في الشناوي واضحة لانه اكتر حارس تم اختياره في الفنتيزي بشكل عام اكتر من تسعة وتمانين الف متسابق خلوه الحارس في فريقهم بس طبعا زي ما احنا عارفين ان محمد الشناوي اتعرض لاصابة وبنسبة كبيرة مش هيلعب الحارس البديل عندك محمد مجدي حارس مصر المقصة حارس مش معروف لكن بيقدم اداء رائع الموسم ده وهو اكتر حارس قدر يحصد نقاط في الدوري لحد دلوقتي اربعين نقطة بس خلي بالك ان مصر المقصة هتلاعب الاهلي في الاسبوع اللي جاي ده الاسبوع العاشر وبنسبة كبيرة هيخش فيهم اهداف فيستحسن انك تخليف تشكلتك بس كاحتياطي زي ما اتكلمنا عن افضل خمس لعيبة في كل مركز السنة دي تعالوا نتكلم عن اللعيبة اللي عملت مفاجأة وظهرت باداء رائع الموسم ده محمد هلال لعب البنك الاهلي عامل اداء رائع الموسم ده طبعا محمد هلال كان واضح انه لعيب كويس وهو فالي ديجنال لكن خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلي قدر يخليه محور اللعب في البنك الاهلي وكل الكرات الخطيرة بتبقى خارجة من رجل محمد هلال لغير انه بيسجل وبيصنع هلال قدر يحصد 45 نقطة في تمام مباراة بس سجل فيهم 5 اهداف اللعب التاني هو جون ابوكا مهاجم انبي ابوكا قدم اداء جيد الموسم اللي فات اول منضم الانبي ابوكا شارك في 33 مباراة قدر يسجل فيهم 10 اهداف وصنع هدف الموسم اللي فات الموسم الحالي ابوكا شارك في 9 مباراة سجل فيهم 4 اهداف وصنع هدف عشان يحصد 33 نقطة بالنسبة بقى الخط الدفاع فمصر المقصة في المركز ال 14 في جدول الترتيب الفريق قدر يعمل خمسة كلين شيت في 9 مباريات ومن ابرز المدافعين اللي ظهروا في الفانتازي الموسم دوت هو احمد صباحة اللي قدر انه يساهم بشكل كبير انه يخلي مصر المقصة تعمل الخمسة كلين شيت دوت ومش بس كده سجل كمان هدف عشان يكون تاني اكتر مدافع في الفانتازي السنة دي يجيب نقط بعد علم علول 43 نقطة وبكده تكون خلصت اول حلقاتنا في فانتازي الدوري المصري ومش هنس اقولكو عن المفاجأة اللي قلتلكو عليها في الانترو المفاجأة هي ان في جايزة مقدمة برعاية شاومي كل جولة يعني لسه قدامك 25 اسبوع تقدر تتصدر الترتيب في اي جولة فيهم وتكسب الجايزة وده هشام حنفي اللي فاز في الجولة الرابعة بموبايل من شاومي 11 لايت 5 جي اما الفائز في الجولة الخامسة كان عمر عبد الحميد وفاز بسبيكر من شاومي اما بقى الفائز في الجولة السادسة الاستاذ بايو اللي محدثش معلوماته لحد الوقت ومش عارفين نوصل له ده النداء الاخير ليك حدث معلوماتك علشان نعرف نتواصل معاك ويمكلمك عشان لو ده ما حصلش هنحجب عنك الجايزة بالنسبة للمتسابقين اللي تصدروا الترتيب في الجولة السابعة والتامنة والتاسعة هنكلمكو قريب ويا ريتو انها بتكونوا محدثين معلوماتكو عشان نعرف نتواصل معاكو استنوا لحلقات الجاية هنرشح لكو بعض اللعيبة تقدروا تختروها وهننشر تشكيل المتسابق اللي قدر يتصدر ترتيب الجولة وهنا تكون نهاية الحلقة اشوفكم على خير موسيقى